الاتفاق الذي توصلت له الرياض وطهران في بكين وقبل بترحيب واسع تبر الكثيرون خطوطا مهمة لبدمرحة جديدة تحمل معها حلول الأزمات الثنية وأقليمية ودولية ظلت لسنوات أسيرة الصراعات مثل صدمة لميليشيا الحوثي التي اعتمدت في تأسيسها وتعتمد اليوم على تصاعد الخلافة بين الرياض وطهران في بقائها وتحركات السياسية والعسكرية ووصلت لمرحلة توهمت فيها أن وجودها أصبح يمثل مفتاحا ومحورا لا يمكن الاستغناء عنه في أي تقارب قد تم بين الدولتين مستقبلا وتجلت صدمة ميليشيا الحوثي في تعاطيها المتخبط مع الاتفاق من خلال بعض التصريحات المهمة لقياداتها والتي وأن بدت على أنها عادية وتعكس تفاعل الحوثيين مع الحدث إلا أنها عكست مدى شعور الجماعة بالخذلان والتهميش من قبل طهران التي أثبتت من خلال اتفاقها على استئناف العلاقات مع السعودية إنها تتعامل معها كبندقية لما كان لها على طاولة المفاوضات وفيما تعمد ناطق الحوثيين ورئيس المفاوض محمد عبد السلام فليت عدم ذكر الاتفاق السعودي الإيراني سعى لامتصاص الصدمة من خلال حديث عن حاجة المنطقة والأمة الإسلامية لعودة العلاقات الطبيعية بين دولها التجهض المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي لاستثمار الاتفاق وتحويل انتصار سياسي معتبر التجهر الإيراني على استقلال القرار السياسي والعسكري لجماعة الحوثي متفقا مع فليتا في الترحيب بأي تقارب بين الدول الإسلامية ويرى مراقبون الاتفاق الذي مطل الانتصار للدبلوماسية الصينية أسقط مشروع الحوثيين في اليمن وسيؤدي إلى عزل ميليشيا الحوثي بشكل كامل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وسيجبرها على الرضوخة للسلام مؤكدين أن الاتفاق السعودي الإيراني يستند على اتفاقيتين الأولى اقتصادية تم توقيع عام 98 من القرن الماضي والثانية أمنية عام 2001 أي قبل ظهور جماعة الحوثي الأمر الذي سيشير لأن طموح الحوثيين ومشاريعهم الطائفية لا مكان لها في الاتفاق والخارطة السياسية للمنطقة ووفقا لتقارير عربية ودولية فنالا استئناف العلاقات بين السعودية وإيران الذي تضمن تأكيد الرياض وطهران على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الداخلية يرتبط بالعديد من الملفات الثنية والإقليمية أبرز والصراع في اليمن الذي تنخرط فيها طهران بشكل واسع من خلال دعم وتسليح ميليشي الحوثي التي أفدت الصحيفة والستريت جورنال نقلا عن مسؤولين سعودين وإيرانين وأمريكيين بأن إيران تعهدت بوقف هجمات ضد السعودية كجزء من الاتفاق